شكرا جوليا شكرا جوليا صباح الخير مساء الخير طب يومكم لزملاء من حول العالم إذن يكررها بالإسبانية شكرا للإندمام إلينا في افتتاح المنتدى العالمي للإحماية للعام 2024 هذا عملنا السنوي لكي نتواصل كمجتمع دولي وأن أتطلع لمناقشات حية اليوم وسنفتح المجال في هذين الأسبوعين لجلسات نقاشية متفاعلة هذا المنتدى العالمي الحماية هدفه تشكيل مستقبل الحماية مع المجتمعات وخلال هذين الأسبوعين سوف نتطرق للتحديات والفرص التي يتواجهها يتواجهها كتل الحماية في سياقات المتغيرة بشكل سريع في بيئات الحماية سوف نناقش مساء المتعلقة بعمل هذه الكتل المحتملة وسوف نضم إليكم لاستجابات الخطوط الأمامية للبحث عن جهود الحلول لكي نضمن أن مجتمعاتنا في قلب عملنا خلال السنوات الماضية شعرنا بالحاجة الملحة لمناقشة هذه المواضيع ولسيما مع تزايد حالات التوارئ في بلدان مثل سودان وهيتي والكونغو والشرق الأوسط وفي الميانمار وإسشوبيا والساحل وسوف نتابع هذا المستوى المرتفع من الحاجة للدعم ولسيما في بلدان مثل اليمن وسوريا وأفغانستان وهذه الأزمة ذكرنا أن الحماية هي أساسية لمجتمعات المجتمعات في الصفوف الأمامية وهذا الوضع كما نفهمه إذن نعرف أن النزاعات تتزايد حدة و75% من كتل الحماية تتعامل وتعمل في سياقات سياقات الأزمات والصراعات والعنف ونحن نعرف أن الحماية أساسية جدا لعمليات هذه المجموعات في الصفوف الأمامية والطاقات محدودة ونحن لدينا في العالم أربعة ألاف ومئتين مشاركا هذا العام وحوالي نصفهم من أفريكا مدون الصحراء و10% من أمريكا اللاتينية والكريب والتسجيل قد أصبح أكثر تنوعا من أي وقت كان على المستوى الجغرافي وعلى مستوى نوع المنظمة وهذا شيء رائع إن هذا المنتدى صمم للممارسين في الميدان بالرغم من التحديات التي نواجهها فنحن سنبقى أقوية لنساعد مجتمعنا وملتزمون أيضا مع الأشخاص الذين نساعدهم ونحن هنا ملتزمون أيضا للعمل وتمكين مجتمعاتنا لتقليل المخاطر الرهيبة التي يواجهونها إذن نحن هنا مجتمعون لنساعد وشكرا لكم والآن سوف أعطي الكلمة للزميلة لزميلتي من التجمع العالمي للحماية ليزا وهي ميسرة هذه الفعالية وهي المساعدة إذن أعطي الكلام لسيدة روفين وهي في UNHCR مفوضية سامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفضلي وشكرا هذه الرسالة مسجلة صباح الخير سني أن أرحب بكم في منتدى العالمي الحماية الذي ينظمه تجمع العالمي الحماية بالتنصيق مع شبكة واسعة من الشركاء في الذين يعملون ويدنون الجهول في البئات الأكثر تحديا في العالم هذا المؤتمر يشكل مساحة مهمة جدا للقبراء والممارسين والجهات الفاعلة لكي يتحدثوا عن التحديات والفرص التي توهيئ الحماية مستقبل الحماية ومهم أن نقش المبدأ الأساسي والمجتمعات التي نعمل معها فإن الاحتياجاتهم وأصواتهم ومكواماتهم هي التي تحفز عملنا والمضي كدما وأنا أشجعكم لكي تشاركوا بشكل فعال في نقاشاتنا وأنا يسرني أن أسمع من الشركاء الذين يقدمون المساعدة في الخطوط الأمامية وإن العام 2024 كان عاما صعبا جدا بالنسبة لمجتمع الذي يعمل في العمل الإنساني والمساعدة والدعم وإن أفكاركم وريادتكم مهمة جدا لتشكيل عمل الحماية والمستدامة والضامنة وإن الأمين العام الأمم المتحدة قد وصف وضع الحماية المادية في العام 2024 ما يقوله قاتم جدا وأنا أفكه الرأي لسوء الحظ وأنا أتحدث الآن هناك 62 نزاعا في أكثر من 92 دولة من حول العالم وأثارها مروعة وكل ذلك يؤثر بشكل كبير على المواطنين الذين يبقدون حياتهم وينزحون ويتهجرون وهم أيضا يحرمون من حقوقهم الأساسية وإن الهجومات على العاملين الإنسانيين قد زاد الوضع سوءا وقد أضاف على هذه التحديات وإن الاستجابة لهذه الأزمات تؤدي على كفاءات هؤلاء العاملين وأيضا تؤدي إلى تعب على مستوى الذين يعملون وعلى مستوى المجتمعات المضيفة والمانحين والمساعدين الإنسانيين ولسيما النازحين أنفسهم وإن انسحاب الأمم البعثة الأمم المتحدة من مالي والسودان مؤخرا وغيرها قد أثر على جهود العمل هؤلاء وإن الجهات الفاعلة في مجال الحماية تظهر مرونة واستجابة سريعة لمساعدة الأشخاص حيث هم بحاجة للمساعدة الملحة ولكن هناك أكثر يمكننا القيام به فإن حماية هؤلاء الأشخاص أساسية على مستوى الاستجابة البشرية ولسيما أن نواجه تحديات في تحديد دور هؤلاء في الخطوط الأمامية ولسيما أن هم يفتقرون للدعم المخصص وإن التجمع العالمي للحماية هدفه أساسي وبسيط وهو تأمين الحلول المسؤولة والمارينة والتي تركز على احتياجات المجتمعات الأكثر تأثرا وإن المفاوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بكل ما بوسعها لكي تضمن الحماية أن تكون الحماية في قلب الاستجابة الإنسانية وأنا هنا أطرح الأسئلة التالية هل نحن كمجتمع الحماية نقوم بما فيه الكفاية لدعم الاستجابة في القطوط الأمامية لذلك ينبغي أن نكون أكثر نبذل مساءلة تجاه الأطفال المتضررين ولنحرص أن الجهود التي نبذلها تحدث تغييرا ملموسا في حياة هؤلاء المتأسرين أتمنى لكم اجتماعا ناجحا ومفيدا شكرا جزيلا شكرا لاندمامكم إلينا وأنا أرى أن عدد المنضمين إلينا يتزايد ويسرنا اندمام هذا العدد الكبير إلينا ونحن نتحدث مع بعضنا البعض ولكن نحن نتحدث ونناقش الاستجابات التي تقدمونها أنا يسرني أن أيسر هذا النقار المتعلق بالاستجابات الإنسانية في القطوط الأمامية وفي الواقع نحن نركز على نقطتين أولا نركز على التزامنا في حماية الاستجابات في القطوط الأمامية وأيضا نحن نفكر نقاط مهمة جدا ولسيما في ظل الواقع الذي نرى في 2024 ولسيما في سياق الحروب والنزاعات في فلسطين والسودان وهيتي وتوسع العنف الذي يضرب بعرض الحائط أنظمة الاستجابة وبالتالي أن أهمية المناقشة أهمية المجتمع والمستجبين الأولين والمستجبين في حالة التوارئ هو جزء أساسي من عملنا ونحن في تجامع العالمي للحماية نقدر عمل الشركاء وتنسيق فرق العمل هذه ولسيما لمواجهة هذه التحديات والأزمات الجديدة ونحن نرى كيف يمكننا أن نتأقلم في ظل هذه الظروف الناشئة وحالة الطوارئ وبالتالي كيف يمكننا أن نطالب بالدفاع عن المدنيين في سياق في سياق الاستهداف المباشر لبنى التحتية للمدنيين وحياة المدنيين وفي ظل سياق المستجبين الأولين والشزء من الحماية القوية كاستجابة للمراقبة واليوم يسرنا أن تنضم إلينا المنظمات المختلفة والهدف من نقاشنا اليوم هو أن نتناقش مع بعضنا البعض وبالتالي لن يكون لدينا أي عروب وسوف يمكننا أن نتناقش من خلال طرح الأسئلة في صندوق الدردش كما قالت جولي ويسرنا أن نتمكن من مناقشة كل هذه الأسئلة وأيضا يمكنكم أن تتشاركوا معنا الأفكار التي لم نفكر فيها وقبل أن نتابع إذن أريد أن أقدم المتحدثين معنا اليوم إذن لدي عدد من الزملاء الذين أود أن أعرفكم بها إذن لدي الزميل الأباني وهو يعمل في اللجنة الدولية للسليب الأحمر منذ عام 1995 في مجال الحماية وقد عمل في مقر العام لـ ICRC منذ العام 2017 وفي قطاع الحماية في أفريكيا وفي حماية المدنيين واليوم يعمل في هيئتي مع منظمة العالمية للهجرة كمسؤول عن الحماية الوطنية وهو ينصك أنشطة الحماية في المواقع ويدعم فريق الحدود في متابعة الاستجابة لعمليات الطرد في الدومنيكان ولدينا أيضا الزميلة وهي منصقة الجيار وهي مجموعة دعم للاجئين وفاليري حائزة على دكتوراه في السياسة العامة والإدارة وتركز على الحماية النازحين وهي تعمل في حماية الحماية الإنسانية لأكثر من 16 عمل في عدد كبير من الدول ومنها العراق والنيجر وإسيوبيا وباكستان ورواندا وهييت والفليبين وغيرها وهي مساعدة ممثل الحماية في ال UNHCR المفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين ولدينا أيضا دارين في أوكرانيا وهو قد أمضى معظم حياته في العمل على الحدي العنف وحماية المدنيين وهو يعمل حاليا في قوات السلام غير العنفة وهو أيضا يكود برنامج الأرفور وهو وهو موجود منذ العام 2023 منذ أن بدأت الحرب ولدينا أيضا ساي سمو وهي أيضا المديرة التنفيذية لنادا هي منظمة تركز على النساء في السودان وهي المناصق المساعدة للكتلة السنوية للجي بي في إذن يسرنا أن تنضم إلينا كلكم وشكرا للزملاء كلهم ولسيما أننا سنقنق اليوم المعضلات والفرص في الاستجابات الإنسانية في الخطوط الأمامية وإن التجارة العالم للحماية هو فريق استراتيجي وتنسيقي ويسرنا أيضا أن نتعلم من المنظمات الفردية ولكن أيضا يسرنا أن نعود ونتشارك إذن من بعضنا البعض ويسرنا هنا قبل أن نبدأ أن أتشاطر بعض الملاحظات من فرق التنسيق فرق التنسيق ونحن نعرف أن هناك الكثير من التحديات التي تنتظرنا في العام 2025 ونتوقع أيضا أن تتزالي أن تنخفض ينخفض التمويل ونحن نريد أن نذكر الجميع أن تعميم مفهوم الحماية هو في أساس مقرباتنا والسبب لذلك هو أننا نتفق أن حماية الخطوط الأمامية مهم للغاية ونحن نعرف أن هناك الكثير من الضغوط ضغوط على هذا المستوى ولسي فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل والوصول إلى كدرات اللوجستية والشمولية بالنسبة للموظفين في الخطوط الأمامية ونهاية لحظنا من المناصقين أننا بحاجة للعمل مع الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات المحلية وأن نشركهم معنا وهم أيضا جهات تغيير ولكن نفع أيضا أن هذه مهمة ليست بالسهلة بالنسبة لنظام التنصيق وعلينا أن نعزز التنصيق على المستوى المحلي ولكن هناك مخاطر ومسؤوليات كثيرة لدعم هذه الجهود إذن أنا أعرف أن العام 2024 كانت سنة صعبة ونتوقع أن يكون العام 2025 أكثر صعوبة إذن من وجهة نظر اللجنة الدولية الأمم لصليب الأحمر هناك الكسير معايير المهانية الجديدة والمحدثة هل يمكن أن تتشارك معنا إذن تتشارك معنا هذه المعايير المهانية شكرا جزيلا لذا طب يومكم مساء الخير للجميع إنما كنتم يسعدني أن أتحدث إليكم بإسم الـ يسعدني أن أتكلم معكم اليوم بنيابة عن الهيئة العالمية للصليب الأحمر الـ التحديات التي نواجهها على الخطوط الأمامية في مجال العمل الإنساني من وجهة نظرنا فهذه الأمور أو المشاكل هي ليست جديدة ليست كلها في التأكيد كان عام 2024 كان صعبا للجميع الموجودين هنا ولكن قد تجاوزنا عددا من السنين الصعبة أصبحت وراءنا الآن في الحقيقة فإن الصراعات تسبب الكثير من المعاناة الإنسانية الموت والكثير من المشاكل الأخرى وقد رأينا في الميدان أثر الحرب التي يتم شنها مؤخرا فإن حماية الناس الذين لا يشاركون في لا يشاركون في الحروب أصبح أصعبا وأصعب وحتى الذين يعملون عن الخطوط الأمامية ولتقديم المساعدات أصبح بحاجة لمساعدة تقديم التسهيلات أصبح أمرا شائكا التعامل معه وبخصوص احترام القوانين التي يتم تطبيقها أثناء الحروب فهي لا يتم لا يتم اعتبارها يتم تجاهلها أو أحيانا يتم تفسيرها بشكل خاطئ وأحيانا يتم مضوها على الأجندة السياسية إننا نرى أكثر وأكثر هروبا تنتشر أكثر وتنتقل إلى المدن إننا نرى أن الهروب تقترب ليس فقط في المناطق الهروبية ولكن أيضا المدن ويعرض مما يعرض حياة أكثر عدد أكبر من المدنيين يرى بأن الكثير من الأهداف يتم المدنية يتم تحديدها واستهدافها بظل عدم احترام لقانون الإنساني الدولي وهذا يتم باستعمال تكنولوجيات حديثة اليوم واليوم لدينا معلومات والفضاء السبراني والهجومات السبرانية وهذا يترتب عليه الكثير من النتائج فهذه الحرب تتم بعدة أسلحة أيضا فإن الأدوات أو الأسلحة الاصطناعية يتم استعمالها يتم استعمال الأسلحة لم نرها من قبل ولا يسعني أن أنهي هذه القائمة من التحديات دون أن أشير إلى أن كيف العاملين الإنسانيين يتم استهدافهم بشكل كبير مؤخرا فإن عدد العاملين على القطوط الأمامية في الشأن الإنساني والذين يحاولون التقديم المساعدات أصبح كبيرا بشكل مقلق جدا وهذا يعرض حياتهم للخطر وعلى قمة كل هذا فإن لدينا العقوبات لدينا التشريعات التي تخص الإرهاب وكل هذه الأمور تمنى العاملين في المجال الإنساني من القيام بمهامهم وأيضا لدينا كل هذه المخاطر الرقمية التي يتم استعمالها في الحروب اليوم كل هذه الأمور في الحقيقة تؤقد الوضع القوانين الدولية التي تحكم الحروب وهذا يقودنا رغم من مخاوفنا إلى التكيف وتقبل المهايير العالمية للحماية أثناء الحروب هذا بالمعنى التعامل وحل المشكلات الطارئة حول هذه المعايير فإن الممارسين والمنفذين هناك أخلاقيات عامة أسس عامة من أجل حمايتهم إنهم يعرفون هذه المعايير الاحترافية لعملهم ولقد أنهينا العمل مع الكثير من العاملين في مجال الحق الإنساني لمعرف تحديد هذه التحديات لنعرف من أين يجب أن نبدأ أعتقد بأنني رأيت هذا التعليق بخصوص الخطوط الأمامية الرقمية وسنتحدث عن هذا خلال بضع دقائق ولكن لن أحاول أنكم لا تحاولون أن تضعوا تعريفات ولكن هناك الكثير من المنظمات التي تستجيب على الخطوط الأمامية وهناك الكثير من الاستجابات في حالات صعبة ولكن لنحاول لنفكر بأن الخطوط الأمامية هي أن هناك الكثير من السيناريوهات التي تعرض الناس للخطر على الخطوط الأمامية وحتى مقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات هم معرضون للخطر وهم مخيرون بين البقاء في المآوي والحفاظ على حياتهم أو التعرض للخطر والقيام بمهماتهم فأعتقد بأن هذا ينطبق على حوالي 72% من الحالات التي نعمل عليها في أماكن النزاع ولكن لديكم وضع مثير للاهتمام في هيتي حيث هناك هذا النوع من الصراع وصراع علي وأعتقد بأن أرباني هذا الصراع الذي كنت تتحدث عنه هل تستطيع أن تخبرنا أكثر كيف يعمل العامل في المجال الإنساني على الخطوط الأمامية بسبب الحركات الموجودة وهذا يعني بأن هناك أشخاص يحاولون الهرب يحاولون أن يجدوا أماكن حماية هذا الكلام ينطبق من 2021 حيث بدأت تصاعد العنف في المنطقة وهذا كان يعرض حياة الكثير من المدنيين ويعرض حياة يحاولون الهرب حتى أحيانا بدون أطاليا أو بدون أي ممتلكات بدون أي أغراض فقط يحاولون الهرب بحياتهم في هذه الحركة فإن الناس يحاولون اللجوء إلى جمهورية الديناميكان اللي يجدوا الهدوء أو السلام للحصول على حياة أفضل وأعتقد أن معظم الوقت هذا غير كافي فإنه يخلق وضعا آخرا بالنسبة لهم يضعهم في مكان آخر مقابل السياسات الهجرة في جمهورية الديناميكان ويضعهم في مواجهة تحديات جديدة وأيضا بخصوص الوضع الإجراءات القانونية هناك وبخصوص هايتي فإنه لدينا في الحقيقة هذا الوضع حيث لدينا وضع أمني سيء لدينا مشاكل مع العصابات أيضا لدينا هذه المشاكل الاقتصادية مما يجعل الوضع أكثر سوءا ويزيد من معدلات العنف وبالنسبة للأشخاص الموجودين في الدول والذين يحاولون الهرب من البلد للحصول على حياة أفضل أو للإستقرار أو الذين يتجهون للذين يهربون من هايتي إلى جمهورية الدمكان أو الذين يعودون إلى هايتي فإنهم فهناك لجنة الطوارئ التي تعمل محليا من أجل أولئك الذين يريدون الهودة أو للأشخاص العالقين الذين لا يستطيعون الخروج من الدولة فإنه من الصعب جدا فإنه من الصعب معالجة كل هذه الحالات ما نستطيع فعله في هايتي هو أن نحاول أن نرى فيما إذا كنا نستطيع التعامل مع هذه الحالة الطارئة ولكن هنا تكمن الحلقة فالوضع لا يمكن استيعابه إنه لا يتم التعامل معه بشكل جيد هناك الكثير من الفجوات هناك صعوبة إنه صعب جدا شكرا جزيلا لك على هذا لأنه بخصوص هذا الحديث والنقاش بين الكتل فإنه من أعتقد بأنه من المهم جدا أن نفكر بكثير من السياقات المختلفة والمعقدة بخصوص النازحين الداخلين فاليريا كيف تعمل الحركة بالتعاون مع هؤلاء الأشخاص الموجودين في هايتي أجل شكرا جزيلا لسؤالك هل كان السؤال موجها لي أم لك كاتيا إنه لك إذا لم تبارع حسنا شكرا جزيلا بشكل طبيعي بخصوص النازحين فإنهم يحاولون ما ما ندعوه بالمأوى أو الملجأ المؤقت وهو معقد بالنسبة لهم لأن شروط الحياة في الأماكن غير نظيفة وأحيانا وأحيانا يتم اقتحامها من قبل العصابات وظروف الحياة هي ليس شيء نستطيع نوقع به هناك هناك مخاطر كبيرة جدا فهناك لا حمايات لا حماية لا أمان للعائلات لا طريقة واضحة للتعامل مع هذه الحاجات لا قدر الوصول على الماء على الرعاية الصحية وحتى الحاجات الأساسية وحتى بالنسبة للتعليم للأطفال وإنه معقد جدا فالأشخاص ليس لديهم القدرة على الوصول لحاجاتهم ونوم حقيقي بأننا نحاول أن نرى كيف نستطيع أن نساعد وندعم ولكن هذا نمط من الوضع الذي نستطيع أن نرجده وأن نقدم الاستجابة المناسبة أحيانا نحن نكون غير قادرين على إرضاء الجميع لأن الوضع يكون أكثر تقييدا فنواجه بالإحباط ولكن أحيانا نكون غير قادرين على التعامل مع كل هذه الحالات ونواجه الضغط والتوتر خاصة عندما نتعرض للضغط من قبل العصابات وأيضا بخصوص تقديم الخدمات بخصوص الخدمات التي نعمل عليها في الحقيقة أن هذا مؤثر للاهتمام جدا في السياق الذي لديكم حيث لديكم مجموعات مسلحة غير نظامية وأنا أعرف أنكم تحولون جهدكم ولكن لديكم جهات مسلحة وهي ليست منضوية تحت راية الدولة ولكن هذا مختلف عن مواجهة الكوارث الطبيعية في السودان لديكم قوى الدعم السرية ولديكم القوى الحكومية وأحدار لديكم هؤلاء الناجية سواء من العنف أو من العنف الاجتماعي وبخصوص النوع الجي بي في والعنف المحتمد على النوع الاجتماعي هل تستطيع أن تتحدث عنه بمقارنة الكوارث الطبيعية أجل شكرا جديلا شكرا جزيلا لتاحة الفرصة للتحدث معي مرة أخرى أنا شاذة وأنا رئيسة ندى الأزهار منظمة ندى الأزهار والتي هي منظمة تركز بشكل أساسي على التعابل مع الناجين من العنف في خصوص الصراع في السودان إنه مسلع وإنه في الحقيقة يخلق لنا هل تحدثت ببطء أكثر فإننا سنغطي كل أفكارك وننقل كل ما تقول أجل شكرا جزيلا كنت أقول بأننا حاليا في الوضع الحالي في السودان فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي الجي بي في يستعمل كسلاح لخلق هذا الخوف بين الناس بظل هذا الوضع الحياة والمعاشي هناك يكون من الصعب الوصول إلى كثير من المناطق لدينا عدد كبير من الأطفال وأيضا من المدنيين الذين كانوا من الناجين من الجي بي في فأعتقد بأن العنف القائم على الجنس وعلى أنه الاجتماعي هو سيء جدا للمجتمع وللكرامة إنه يذهب إلى ما وراء أن يكون مجرد أزمة إنسانية والآن منذ سنة ونصف الآن معظم نصف الأطفال الذين ولدوهم أطفال ولدوا بسبب علاقة غير شرعية بسبب الأمهات اللواتي تعرضنا للاغتصاب ومعظمهن يحاولنا إسقاط هؤلاء الأطفال قبل ولادتهن وأيضا نستطيع أن نتحدث عن عدم الحصول على التعليم أو أيضا الحصول على الطبابة وبهذا فإننا نتحدث عن الكثيرين العاجزين عن الوصول إلى هويات أو أوراق ثبوتية وأعتقد بأن هذه المشكلة هي كبيرة وممكن أن نراها في دول أخرى فلدينا الكثير من الناجين ولدينا أشخاص ذوي إعاقة خاصة النساء الذين لديهم إعاقة من بين الناجين في السودان أعتقد شكرا جزيلا لمشاركتي هذا أنه فعلا وضع صعب ومثير للقلق كيف نستطيع أن نرى بأن الناس لا يستطيع الحصول على الحماية أو الخدمات وأعتقد بأن هذا يجعل حياة الأشخاص أكثر صعبا ولكن يتابع النقاش بالنسبة للعابلين على الخطوط الأمامية للمنظمات المستجيبة فإننا نرى بأنه غالبا أننا نميل غالبا للتحدث عن الأوضاع في حالات الصراع والتي تكون عادة واضحة وعادة لا نتحدث عن تغيرات المناخ هل تعتقد بأنه يجب أن يتم تضمينها في أماكن المتضررة عندما نتحدث عن الخطوط الأمامية شكرا جزيلا ليزا وعمتم أوقات على اختلاف أماكن وجودكم حول العالم عندما نتحدث عن العامل عن الخطوط الأمامية وعندما نتحدث عن هذه السياقات الأوضاع حيث هناك صراعات فإنه في الهرباني الذي تحدث عنها أيضا سابقا في بداية الجلسة ولكن في استجابة لهذا أعتقد أننا حاجة إلى المنتدات مختلفة ولكن مثل هذا المنتدر يفتح هاننا أو وضعيات أو أوضاع مختلفة مثل المتعلقة بالطبيعة فمثلا في هيئتي تعرضت لزلزال في عام 2010 وكان هناك الكثير من المتضررين كان هناك الكثير من العشرات الأشخاص أو مئات الأشخاص الذين انتقلوا أو نزحوا ولكن أيضا تعرضوا وكانوا بحالة خطيرة للغاية وكانوا بحاجة للمساعدة وبالتالي فإن استجابة العاملين على الفطوط الأمامية بخصوص هذه الكوارث الطبيعية فإنها تؤثر بشكل كبير على استجابتهم على وجودهم وإنه يجب أن نعمل معهم بشكل أكبر ليس فقط في مجال الاستعداد ولكن أيضا في المراحل التالية هي مرحلة التصميم ومرحلة التدخل والإحداث التغيير وأعتقد بأنها فرصة جيدة بأن نفكر بأن كيف هذه الكوارث ممكن أن يكون الاستجابة بالنسبة لها بالنسبة للعامل عن الخطوط الأمامية وأيضا أريد أن أذكر الحماية الحماية من وط إذا سمحتم لي أن أتكلم عن استجابة العامل عن الخطوط الأمامية الحماية من العنف الحماية من النزوح الوصول إلى الأمان أو الحصول على الأمان كل هذه العناصر هي مرتبطة ببعضها الآخر ولكن أيضا لها تدعيات أخرى ما أريد أن أقوله بالنسبة لاستجابات العاملين عن الخطوط الأمامية بالنسبة للكوارث بأننا يجب أن نكون مدركين أكثر ومبدعين أكثر وأن نركز على الحماية وعلى التواصل مع المجتمع لنكون أكثر فاعلية في مشاركتنا شكرا جزيلا لك شكرا لك ليزا لم نكن نعرف فعلا ما هي الهشاشة في هذه الظروف سأعود لك في السؤال ولكن أردت أن أخبر ربما دار في ويتحدث لنا عن نموذج العاملين على الخطوط الأمامية في أوكرانيا وكيف يستطيع تعمل المنطمات الأوكرانية وكيف يعملون في استجاباتهم عندما تقررون ما الذي يعملون عليه وكيف ترظمون هذه الاستجابة بالنسبة لعمل العامل الأمامية شكرا جزيلا لك شكرا على هذا السؤال وطب يومكم وشكرا للزملاء من حول العالم فيما يتعلق بكوة السلام غير العنفية فيما يتعلق بأوكرانيا كان علينا أن نعيد تصور الوسائل والنهج في حماية غير المدنيين وأن نضيف القيمة وعندما رأينا السياق في أوكرانيا وكيف أن العمل التقليدي الذي كان يقوم به المسؤولون عن الحماية يقوم به المدنيون على طول خط 800 كيلومتر وعندما نظرنا إلى القيمة المضافة في ذلك بدأنا نطبك المبادئ عينها التي نطبكها على نفسنا كمنظمات متطوعة ونحظ في الحماية والأمان وحماية المعدات ونتأكد أن هناك الدعم المناسب لعملنا الذي نكون به بشكل جيد وبالتالي كان علينا أن نعيد تصور وسائل الدعم وطرق الدعم وهذا كان هذه النقطة الأولى وقد عملنا أيضا على تواجدنا في الخطوط الأولية وكيف ذلك قد يؤثر بشكل سلبي على المدنيين في ظل وجود المنظمات الدولية الكبرى في الخطوط الأمامية في أوكرانيا وقد اجتزبنا انتباه الاتحاد الروسي وقد تعرضنا أيضا للهجومات وكان علينا أن نجد توازن في صون المسؤولية في عملنا وأن نقدم أيضا نوع من المعايير التي نحترم للمتطوعين الذين يعملون في الخطوط الأمامية في أوكرانيا إذن كان هذا هو التحول الذي كنا به إذن من الواضح أن هذه معضلة ولسيما فيما يتعلق بما يقال على مستوى الحماية الدولية وأعتقد أنه لا يمكننا إلا أن نوافق أن الجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية والمساعدة هي تركز بشكل أساسي على المجتمعات المحلية وأرد هنا أن أطرح هذا السؤال الشزاء ولسيما أن هناك مخاطر واضحة في المقاربات المجتمعية أيضا إذن لا يمكننا أن نقوم بالحماية الدولية ونحن موجودين إذن ونحن ننقل هذا العمل للمجتمعات المحلية إذن كيف يمكن أن نوازن بين دعم المجتمعات المحلية والاستجابات التي تقوم بها المجتمعات المحلية وأيضا المخاطر فيما يتعلق بمقاربات المجتمعات شكرا شزيلا ليزا نحن في سودان نحن منظمات التي تقودها النساء نعم نقوم بعمل حماية في الخطوط الأمامية ونحن أيضا قد حزين بسقة المستفيدين وأيضا في الوقت عينه علينا أن نفهم الثقافة فالعنف القائم على نوع الاجتماعي متبط بالثقافة والمعايير الاجتماعية وإن المنظمات التي ترأسها النساء عادة ما تنزح مع مجتمعاتهم وسودان بلاد واسعة جدا ولدينا أكثر من مئة قبيلة وأكثر من مئة عرق وبالتالي إن المشاغل المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على نوع الاجتماعي كبير جدا وبالتالي علينا أن ننتقل إن كنا في المدن الكبيرة علينا أن ننتقل إلى المجتمعات المتحفزة وإلى المناطق الريفية حيث أن العنف القائم على نوع الاجتماعي لا يمكننا أن نقوم بأي شيء بشأنه وبالتالي إن الفتيات هناك والنساء لا يمكن الاتخاذ الكرار المتعلقة بحياتهن وبالتالي إن موضوع القائم على نوع الاجتماعي معقد جدا لذلك نحن وبالتالي نحن نعمل مع المجتمعات المتحفزة والنازحة وأيضا مع السلطات والسلطات الحكومية في تلك المناطق ولذلك علينا أن نستجيب في حالات الطوارئ لهذه الاحتياجات الإنسانية وفي الوقت عينه علينا أيضا أن نرى ما هي الأسباب الأساسية للعنف قائمة على النوع الاجتماعي وأن نتطرق لهذه جذور الأسباب وفي حين أن التمويل غير متوفر وهو فقط متوفر للاستجابة الإنسانية فهذا يجعل عملنا أكثر صعوبة وبالرغم من ذلك فنحن نقوم بما يمكننا أن نقوم به في السوداء ونحن نواجه عوائق كثيرة بدءا من الوصول إلى التمويل وأيضا العمل المرهق وغياب المنظمات ولسيما أن نعمل مباشرة مع المجتمعات وهنا الكثير من المجتمعات المتأثرة ونحن نعاني من أزمة النزوح الأكبر عالميا وهنا الكثير من الزملاء الذين اضطروا إلى النزوح وترك البلاد مما جعلنا نواجه الكثير من التحديات التقنية إلى ذلك نحن أيضا نقوم إلى تعليق عملياتنا وفي بعض الأحيان نعمل في مجتمعات متحفزة حيث أن قادة المجتمعات عادة لا يسمحون لنا بالتحدث عن موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي وأيضا في معظم الأحيان 82% من موظفين هم من النساء من الأطباء النفسانيين والأطباء الآخرين وغيرهم الذين يتعاملون مع النساء وهم من النساء أيضا وهم يتعرضون للمشاكل نفسها التي تتعرض له الناجيات إلى ذلك إن المنظمات التي تقودها النساء عفوا الشزاء ولكن أنت تتحدثين بسرعة كبيرة هل يمكن أن تبطئ عفوا عفوا أنا أفهم ولكن نحن نريد أن يسمع الجميع ويفهم ما تقولينه نعم لأن الأمور تتغير في السودان بشكل سريع إذن أردت فقط أن أتشارك معكم الوضع الذي نعاني منه إذن كنت أقول إن المنظمات التي تقودها النساء تدعمها بعض الجهات الإنسانية لكي تقدم التقارير المرتبطة بحقوق الإنسان وهذا ما يتطلب صفات وميزات محددة وقدرات محددة وأعتقد أن ذلك ما يعرض يعرضنا للخطر كعملين في المجال الإنساني وكناجيات وأسر إلى ذلك إن مشاركتنا محدودة جدا كمنظمات ترأسها النساء وبالتالي لا يتم تمثيلنا وسمع أصواتنا على مستوى الاستجابة الإنسانية وهنا هذا الاجتماع هو استثنائي لذلك نريد أن نركز على هذا الفارق بين المجموعات المحلية والمجتمعية لأن المنظمات المحلية التي تقودها النساء قد تم تأسيسها كهيئات وقد حصل موظفوها على التدريب المناسب لكي يعرف كيف يواجهون يعرفون كيف يواجهون الحوادث المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ويقدمون الخدمات المتخصصة بما ذلك حفظ السرية والخصوصية ومبادئ الإنسانية لأنه من الجيد أن نعمل مع المجتمعات ولكن عندما نعمل على موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي أن نكون متنبهين وحزرين جدا ولسيما في طريقة عملنا لأن كل هذه العمليات تركز قد تؤثر علينا وكعملين في المجال الإنساني إذن علينا أن نقوم بالتفرق بين المنظمات المحلية أو المجتمعية وتلك التي تقودها النساء أما فيما يتعلق أيضا بالمستجبين ولسيما عندما يكونون هم أيضا من حين فهذا وضع غالبا ما نراه ومجددا نحن نحاول أن نفكر في جلساتنا هذه عنها حول هذه الأسئلة وهل يمكننا أن نقوم ونبذل جهودا أكثر وفي ظل العدمين نسياقات نحن نعول كثيرا على شبكة المتطوعين وربما نعول أكثر على المجتمعات التي تتوقع أيضا أن يكون هل كان نظاما محددا كاتيا أنت تعملين مع المتخصصين والمتطوعين إذن كاتيا وفاليري كيف يمكنكم إدخال الخدمات المتخصصة على مستوى الخطوط الأمامية أعرف أن لديكم مقاربات واستجابات مجتمعية ولكن أنتم أيضا بحاجة لخدمات متخصصة متعلقة بالعنف على النوع الاجتماعي وهذا مطلوب أيضا ولكن من وجهة نظاركم فيما يتعلق بالبرمجة القانونية عملكم في موضوع البرامج القانونية كيف يمكن إدخال هذا الشق القانوني في برامجكم إن كانت كاتيا بحاجة لبعض الوقت أو لديها مشاكل على مستوى الإنترنت إذن فاليري هل يمكن أن تجيب على هذا السؤال فيما يتعلق بالتوازن بين الخدمات المتخصصة والخدمات على المستوى المجتمعات شكرا جزيلا يبدو أن كاتيا لديها مشاكل في الإنترنت وشكرا للتحدث إلينا يبدو أن كاتيا قد عادت لم أسهل السؤال جيدا عفوا تقول كاتيا لأن الإنترنت عاطل لديها إذن ما كان سؤالك هل يمكن إذن لقد ذكرت اسمي هل ترحت سؤال علي تقول كاتيا إذن السؤالي يتعلق بالنقاط التي أثرتها شازا وهي وهو أنه علينا أن نوازن بين المقاربات المجتمعية والمقاربات المتخصصة إذن أعرف أن كي محامية مدافعة عن حقوق الإنسان كيف تتضمنين أن الشق القانوني مستجاب في الاستجابة استجابة الخطوط الأمامية هل تريد أن أجيب الآن أو فاليري تجيب أولا نعم تفضلي كاتيا يمكنك أن تجيب هذا السؤال كتابة يمكننا أن نكتب وتفكر فيه إذن فاليري يمكنك أن تجيبي في هذا الوقت في هذا الهضون إذن تفضلي فاليري هل يمكن أن نطلب نحد زملاء أن يكتب السؤال في خاصية الدردش شكرا إذا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال قبل أن يصبح دور كاتيا إذن من وجهة نظري لا يمكننا أن نقارن أو نفرق بين الاستجابة الحماية و موضوع تعميم الحماية إذن خدمات الحماية المتخصصة بحاجة لأن تتم بالتوازي مع الحماية العامة وهي ينبغي أن تكون أساسية ومركزية في الاستجابات الخطوط الأمامية وبالتالي إن العلاقة بينهما متوازية أما وهنا أريد أن أركز على أن في حالات الطارئة إن الاستجابة استجابة الخطوط الأمامية عادة ما تكون الحماية وليس إنقاذ الحياة وأعتقد أنه علينا أن ننظر بشكل جديد بهذه الأفكار لأن خدمات الحماية هي وينبغي أن تكون في صميم استجابة العاملين في القطوط الأمامية وقد تحدثت الزميل عن خدمات الحماية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وأعتقد أن العاملين الميدانيين هم جزءا أساسيا من عملية الحماية ومن نظام الحماية برمته ونحن في كتل هذه الحماية ومجموعات العاملة المواضعية إذن عادة ما ننظر إلى السياق ونحن بحاجة لنرى ما هي التحديات الجديدة والتوجهات الناشئة ونحلل الوضع وعندما نتحدث عن التدخلات والحماية في الخطوط الأمامية لا نتحدث فقط عن الأثر ولكن أثر النتائج الحماية وقد تحدثنا عن طبيعة حماية الحياة ولدينا الأدوات وتعميم الحماية وجودة الاستجابة ولكن الأثر والنتائج نتائج التدخلات على الخطوط الأمامية أساسية وينبغي أن نبرهن أهميتها شكرا إذن أعطيك الكلمة ليزا أعتقد أنه بالنسبة للأشخاص غير المعنيين بالحماية هنا في هذا الاجتماع لقد سمعنا وجهة نظاريكي فاليري ولكن نحن الآن نعطي الكلمة لكاتي إذن ماذا يعني الاستجابة الرقمية في الخطوط الأمامية ولسيما إن أردنا أن نطبق التفكير ذاته فيما يتعلق بالنقاط التي أثارتها شازا وفاليري هل هناك إمكانية لاستجابة رقمية الخطوط الأمامية نعم طبعا بالطبع فإن الاستجابة الرقمية في الخطوط الأمامية تعتبر استجابة المستقبل وهناك العديد من الأشخاص في العالم يعتبرون أن الحرب في الفضاء الرقمي سوف هي قريبة ولكن هذا ليس صحيحا فنحن في قلب هذه الحرب الرقمية فالعديد من الاستراعات التي تحصل اليوم هي صراعات مزدوجة الكثير من هذه قسم كبير من هذه الحرب يحصل في العالم الفيزيائي الحقيقي وقسم كبير منها يحصل في المجال الرقمي لذلك علينا أن تكون استجابتنا موحدة لكي نتمكن من الاستجابة على الشك الفيزيائي الحقيقي وعلى الشك الرقمي وهنا أيضا هذا سبب إضافي جعلنا نقرر أن ندخل السياق معايير المهنية لحماية العمل من المخاطر الرقمية ولهذا من المهم جدا أن يفهم الممارسون ممارس الحماية هذا الخطر وأن يتحلوا بالأدوات اللازمة ويفهموها لكي يواجهوا هذا الخطر ويحموا نفسهم في هذا المجال أو هذا السياق وهذه النزاعات والحروب الرقمية الجديدة لأن العاملون الإنسانيون يتم التعرض لهم واستهدافهم أيضا في هذا المجال الرقمي وهناك أيضا وقد أوضح القانون الدولي للإنساني أهمية حماية العاملين في الخطوط الأمامية في المساحة الرقمية ومن الصعب جدا اليوم إدارة هذه الطبيعة غير الملموسة لهذه المخاطر وإن كنا نتحدث هنا عن العمليات السيبرانية فنحن بحاجة لأن نكون مهيئين للاستجابة ولحماية الأشخاص الذين يتعرضون لهذه المخاطر واليوم قد زاد الأمر تعقيدا بسبب الشركات التكنولوجيا التي تتحلى بقوة كبيرة والتي تتمتع بموارد كثيرة والتي تتمتع بالموارد والأدوات وهي تنتج هذه الأدوات التي يمكن أن تأثر على حياة الأشخاص وهذه الأدوات يمكن أيضا إنتاجها بأسعار زهيدة وعلى نطاق واسع مقارنة بالنهج الحرب العادية وقد شهدنا ذلك في العقد الماضي وما زلنا نشبه واليوم إن هذه الأدوات ويمكن أن تكون مستقلة وبالتالي يمكن ما من حكم فإن الإنسان لا يأخذ القرار ولا يمكنه أن يقيم ما كما كان يكون من قبل وبالتالي علينا أن نميز وأن ننتبه وأن يكون هناك أيضا مواجهة لذلك علينا نأخذ في الاعتبار كل هذه العمليات والمعلومات المتعلقة بالحرب السيبرانية واليوم لدينا المسيرات التي تشن الحروب على مستوى العالم في هذه الصراعات الحالية وكل ذلك يؤدي إلى إحتياجات جديدة على مستوى القوانين والتشريعات وهي أيضا تزيد من تعقيد الوضع وتؤثر بشكل أكبر على الأشخاص في النزاعات وتؤثر أيضا على الخطوط الأمامية وعلى العاملين في الخطوط الأمامية الذين هم بحاجة ليحموا نفسهم في ظل هذه الوضوع الوضع في غاية الصعوبة لكي يتمكنوا من أداء مهامهم ولهذا قد أدخلنا قسما جديدا لمتعلق بحماية الممارسين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية إذا ما كنت أتحدث عنه إذن هذا النزاع اليوم وهو الحرب اليوم هي خليط من القتال الفيزيائي والقتال الرقمي هذا نوعان من الطريقة في القتال اليوم إننا نراها أكثر وأكثر وتصبح أكثر تعقيدا لنعم المسح لهذه الحرب المعقدة وشكرا جزيلا هذا بالنسبة لشريح الأمور الرقمية وديرن هل أطلب منك هل تستطيع جزيلا أن تطلب منك أن تستمع لنا في القناة الفرنسية أجل الآن بالوضع جيد حسنا هناك بضعة أسئلة شذ في سؤال في إجابتها كانت تشير إلى الضغوط الموضوع على المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني والمخاطر هناك وكان من المثير الاهتمام والاستماع إلى أرباني يتحدث عن الحروب الرقمية ورؤية الكثير للتجمعات التي تعمل على المعلومات المضللة المعلومات الكاذبة وهناك كثير من الحقائق التي تقف على كل هذا كاتيا بالنسبة لخبرتك كناشطة في حقوق الإنسان كيف تتفاعلون مع أولاء العاملين على القطوط الأمامية وكيف سيكون وضعهم في 2025 وعشرين عمتم أوقع صباحا جميعا إنه في النسبة للمجموعة التي تدعم العائدين من العائدين مجموعات اللاجئين العائدين بخصوص هايتي هناك موجة من العائدين وبهذا بأننا نعمل على الكثير من العائدين في هايتي وبالإجابة لسؤالك أعتقد بأننا بحاجة إلى تعاقد أفضل بين الفاعلين وبيانات الأشخاص العاملين على القطوط الأمامية والعمل على العائدين ولأعطيك إجابة أفضل فإننا بحاجة لأن نبني هذا التعاقد أو التعامل لنستطيع بشكل نقوم بأنشطتنا بشكل أفضل شكراً وشكراً أعتقد بأن الحديث عن التعاقد أو فإن هذا سيكون بالإشارة إلى الجي بي سي وسنتحدث عن هذا التنسيق وتعون هل هناك تنسيق جيد مع القطوط الأمامية وكيف يجب أن يكون التنسيق مع هؤلاء العاملين وهذا ما نراه في سودان وفي العالم الرقمي وفالوري بما أنك قد خرست عدداً من نشاطك لهذه الاستجابة هل كانت الاستجابة مشابهة أم كانت أسوأ شكراً شكراً ليزا لهذا السؤال وأعتقد بأننا نستطيع أن نمضي المساء بأكمله الجميع هنا في هذه اللقاء سيجب أن يمضي مسيته معنا في الحقيقة بالنسبة لهؤلاء الفعالين فإن الحماية في مقضم السياقات كما نفهمها إنها عمل تفاعلي في حالات النزوح خاصة أن نكون بحاجة لوضع الأمور وتفصيلها لنرى السياقات الحماية التي نتحدث عنها الحماية من العنف الحماية من النزوح الحماية من الأذى وضع الأسس والحماية من المعاناة فتنوع السياقات لا يجعلنا نستطيع إعطاء إجابة سهلة وهناك الكثير من الأدوات يستعملها التجمع تجمع الحماية بالنسبة للمنسقي ولكن يجب هذا أن يتم وضعه بشكل منظم وأن يتم تحديثه بشكل يومي وأن يجب أن يكون موضوع الحماية في المركز وهو الجوار ويجب أن يتم دمجه بالبرمجة وأن يكون هناك تكريس لمبادرات الحماية ولكن لاحظنا أن هذه الأيام هناك عادة مقاومة أو عدم قبول للتحدث لمواجهة الحكومات بسبب السياقات الحساسة التي يواجهونها إما بسبب الخوف من التأثير على أنشطتنا العملياتية أو وصولنا إلى بعض الأمور فأعتقد بأن الانظام قد يكون عرض أكثر للمساءلة بخصوص الاستجابة للحماية وأن يكون أكثر منهجية وتنظيما وأن يشجعنا جميعا القادة والتجمعات لأن يكون لدينا استراتيجيات مناصرة أكبر ليتم استعمالها وتنفيذها وضع قيد الاستعمال بالنسبة لي هناك الكثير من التطورات الإيجابية التي رأيناها خلال السنوات الماضية بخصوص المناسقين في تجمعات الحماية وأستطيع أن أراهم ولكن يجب أن نكون حذرين فإنه ليس فقط بخصوص تقديم الخدمة ووضع الصح بأننا قمنا بتقديم هذه الخدمة وأننا مارسنا عمليات الحماية ولكن إنه الجهد حقيقي هو تعامل مع أمور الحماية وأن يكون لها أثر إيجابي في تقديم الحماية في البيئات التي نعمل بها شكرا فالري أريدو أن أسأل أريباني أيضا بخصوص القيادة ولكن قبل ذلك دارين أعتقد بأن المنسقين على توسع طبقاتهم واختلاف طبقات عمليهم فك نظام تنسيق كيف تستطيعون أن نظام التنسيق في هذا السياق والتعامل والتواصل مع العاملين على الخطوط الأمامية سواء من جانب القيادة أو من جانب العاملين ولكن بالنسبة لكم كيف ترون هذا شكرا جزيلا لهذا السؤال قبل الإجابة أريد أن أعلق على تعليق إجابتها شكرا جزيلا لقد شعرنا بأن مؤخرا أن المجتمع الدولي كانوا يقومون بهذه المفاوضات المناقشات حيث أين نستطيع أن يكون هناك وصول وأين يمنعون الوصول كان هناك تقارير عن هذا ورأينا هذا في السودان بخصوص لجنة تقديم المساعدات وإيقاف المساعدات بعد عشرين سنة من تقديمها وتدفقها بالرغم من الوضع القائم في السودان والآن بالعودة لسؤالك ليزا وشكرا لصبرك هنا في أوكرانيا لقد كنا نرى هذا الانفصال بين المجتمع الدولي وبنى التنسيق الوطنية فهي غير مناسبة للاستجابة الدولية لذلك كان هذا الانفصال أو عدم التواصل في المناطق التي كان يتم احتلالها أو إعادة احتلالها ومنذ بضعة السابع كنت في اجتماع بخصوص العنف القائم على الاجتماعي والعاملين على هذا الموضوع كانوا يناقشون عدم وجود تنسيق الذي طرفه المجتمع الدولي لأن عندما يكون هناك تنسيق بين المجتمع الدولي وهذه التجمعات فإنهم يتحدثون لمدة ساعة حول الاستماع وبعد يتحدثون لمدة ساعة عن الاستماع فإنهم يفرضون إجراءات السلامة وهذا ما نرى هنا في أوكرانيا ولذلك نرى بأننا يجب أن نقوم بتغيير كبير وبخصوص المنظمات التي تعمل على الأرض فإننا نرى بأن المجتمع الدولي المانحين وكل الأشخاص الآخرين والمجلس الأمن كل هذه الجهات ليس لها أعمال تنعكس فعليا على الأرض شكراً هذا يعودنا للسؤال هل نقوم به هل العمل الذي نقوم به كاف من ناحية القيادة هل استطيع أن أسأل أريباني في خصوص جلستنا اليوم عندما فتحت الفكرة بأن وضع الحماية هو لا ينصف أوكرانيا فخصوص القيادة في سياقنا وعندما نتحدث عن مبادئ الدول وعندما تحدثنا بأن الأسبوع الماضي في موضوع الحماية بخصوص لشمال غزة أعتقد بأن هناك الكثير من الأسئلة التي تعطينا ضجيجاً عالياً في أقلنا ولكن في هذه الأوضاع وهذه السياقات هل يمكن أن يتحسن الوضع دارين شرحها حقيقة بشكل فصيح هناك هذا النوع من الشعور اليوم بأن هناك ما نقوله بشاهد القيادة كيف أستطيع أن أعبر عن هذا هذا ما نقوله فجوة القيادة هو عدم وجود التنسيق مع العمل الإنساني المناصرة الضعيفة إنها تحصل من أجل حماية المجال الأمني لأن الأمن والحماية تاني الحماية وهذا ما تحدثت عنه فالري سابقاً وبسبب هذا وهذا دارين ما أكد عليه دارين فقد تحولت التركيز حول التركيز إن ما نحاول القيام به وأن يكون التنسيق بين تجمع الحماية والتجمعات الأخرى إذا كل تجمع كان يقوم بما يجب أن يقوم به وتم هناك تنسيق لمواجهة والقيام بما يجب القيام به فإن هذه القيادة يتم تأكيدها وتثبيتها لذلك إننا نتحدث عن المعايير المهانية وفي ذلك ضمنها فصل الحماية والقيادة هذا يجب أن يحقل على المستوى المنظمات كل منظمة يجب أن تكون مدركة لقيادة الحماية والتي يجب أن تكون عليه هذا يجب أن يكون مدركا على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة فعلى سبيل المثال في منظمة مثل المنظمة صليب الأحمر فإنه لدينا التزامنا من هذه من الدولة والدولة يجب أن تحمل مسؤوليتها وقيادتها من أجل ضمان الحماية الحماية أثناء النزاع أو النزاعات أو الكوارث وبسبب هذا هناك عمل يجب القيام به لذلك فإن المعايير المهنية لدينا فصل قاص بها يتحدث عن بأنه الآن يتم قيادة المجتمع الدولي ليس فقط العاملين بمجال الحماية ولكن إنهم يدعون من أجل العمل الدول المانحة لأن الدول المانحة تدفع باتجاه تنفيذ الأمور يستطيعون طلب من المجلس ويستطيعون إطاء أوامر لذلك فلديهم دور يقوم به بالنسبة للمنظمة صليب الأحمر الدولي فإننا فلن المشكلة اليوم هي ضياع هذه القيادة وإننا بحاجة لاستعادة وإحياء هذه القيادة عندما نشاهد عالم الحماية نلاحظ بأن ICRC قد نشر التقرير عن التحديات منذ شهرين ومنذ الشهر الماضي عملت ICRC مع الصين وفرنسا والبرازيل وأفغانستان وجنوب أفريقيا ومن أجل مبادرة وهذا العمل يجب أن يتم إنجازه خلال سنتين للعمل مع الدول ولنرى هذه تنفيذ هذه القوانين هذه الدول يجب أن تلعب هذا الدور القيادي من أجل أن تقود العمل وتعمل مع الدول الأخرى وبع المنظمات الأخرى لتجدد الإنتزام بهذه القوانين القوانين الدولية هذا يجب أن يتم احترامه في أوضاع الحروب أو الكوارث نعتقد بأن هذا أمر مهم وهذا بالطبع سيغير نوع أو سيبعض الأمور مجرى الأمور التي نراها اليوم وشكرا لكم شكرا جزيلا رباني أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص يسألون فيما إذا كانت المعايير المهنية متاحة أم لا سنتأكد التواصل بعد هذه الجلسة وسنعطيكم رابطا حيث تستطيعون أن ترواها أو تلقوا نظرة عليها بخصوص النقطة التي أثرها الدار والحديث عن الاستماع في الحقيقة كان لدي إدارة وقت وبقي معي وقت قصير جدا بخصوص الاستجابة أعتقد بأن الشذاب فقط لنسمع منك الدار المشار إلى نقطة بأن نجب أن نرى التغيير والشذاب فقط قبل أن نخسرك في المكالمة هل تستطيع أن تضعينا في سياق بخصوص التمويل نعرف بأن التمويل هو أحد الأمور الأساسية ولكن هل هناك أي نقطة أخرى حسنًا كنت سأتحدث عن التمويل لأن التمويل هو الأمر الأساسي ولكن اسمحوا لي أن أتحدث بأن نتلقى التمويل ونرى بأن الكثير من الأشخاص الذين لا يمركون المال أبدا يجب أن هناك تضامن مجتمعي متضامن في المجتمع إننا بحاجة الكثير من المال لدعمهم يستطيع استئناف أشطتهم وهذا أمر أما الأمر الآخر فإننا بحاجة لزيادة المناص سياسات المناصرة لصالح هؤلاء الأشخاص وبالتالي سيكون لدينا سياسة هجرة أفضل ولذلك فإن مناصرة أكبر وتحدث انتقاد سياسة الهجرة من أجل مساعدة دمج هذه المجتمعات أجل هذا ما لدي المزيد من المناصرة تطوير قيادة أكبر وأن يكون لدينا تمويل أكبر هذه هي إجابتي ما هو الأفضل إذن ما هي أفضل آلية تمويل من أجل منظمات العاملة في المجال الإنساني كاتيا كاتيا بالنسبة إذا كنا نستطيع نرى كيف يتم توجيه هذه التمويلات سقط من خلال تقديم الطلبات والمشاريع لذلك فإذا كانت هذه المشاريع ذات صيلها تستطيع أن تطرح حلول للمشكلات تجد أن تضع يدها على هذه المشكلات عندها نستطيع إيجاد آليات للحصول على هذه التمويل وعندها نستطيع الحصول على استجابات مختلفة شذا أيضا أنت تعملين على كثير من القوانين لتوسيع الاستجابة والمشاركة بالنسبة للمستجيبين على الخطوط الأمامية كيف تستطيع أن ترى بأن هذا العمل يمكن أن يصبح أفضلا اليوم أجل شكرا جزيلا لذا إذا كان لدي وقت لأتح أجل أقترح فقط ثلاث دقائق حقيقة لدينا ثلاث دقائق وبعدها يجب أن نختتم الجلسة شكرا شكرا أسنا قد أريد أن أشير وأؤكد على كيف نستطيع أن نبني ليس فقط خطوط أمامية ولكن لدينا شركاء ويكون لدينا تنسيق مع في الدولة عند بدأنا من الأرض فإن الاستجابة بالخصوص الدول التي تتاعدنا مع منظمة الهجرة الدولية بعدها بدأنا بناء قدراتنا ليست فقط القائمة على قنوات التمويل ولكن قائمة على الدعم التقني لذلك فإن فريقنا يتساعد من أجل حماية الحياة من خلال أقد الشراكات أعتقد أن بأن واطنا وأفكارنا وحتى شكوانا يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار من خلال الاستشارات المنتظمة من خلال بناء القدرات من خلال التنفيذ من خلال بناء القدرات خلال بناء الثقة بناء الثقة ليكون هناك دور أكبر ودور أقوى أثناء العمل في المجال الإنساني في الدولة ومن خلال تشجيعنا ومتابعة عمالنا بأن نكون أقوى في الميدان وأن ننسق مع الجي بي في والآي أور من أجل القيئة وبالتالي يكون الأعمال المنجزة هي أكبر وتشمل المستفيدين أكبر وأيضا بالاعتماد والتشارك مع المنظمات المحلية الغير هكومية وبالتالي الانضمام أيضا إلى لجنة المستشارين الوطنية وتشميل أيضا المنظمات المحلية التي تقودها النسوة وتفعيل الفاعلين المحليين ونسماح لهم بأخذ دور أكبر وفرص أكبر للمشاركة في العمل الإنساني وأن يكون لهم دور أكبر وأيضا الحصول على الدعم من الـ UNFPA وأيضا الانضمام لتجمع المنظمات التي تقودها النسوة والتواصل محاولة التواصل مع المنظمات الدولية وبالتالي يساعد نحصل على الدعم من أجل دعم القيادة هذه المنظمات المحلية لتأدية العمل والمشاركة خاصة عندما يكون الموضوع متعلقا بالتنسيق مع العاملين في سياقات حساسة مثل السودان في الحقيقة هذا حاولت أن أعطيكم خلال مشاركتي عن الوظف في السودان ولكن منظمتنا ندى أنها تحاول جهدها لتحقيق النجاح في التنسيق وإسمع أصواتنا للعالم الخارجي حيث أننا جزء من هذه المنظمات المحلية وإننا نعمل في الميدان ونتمنى أن نتابع عملنا في المستقبل وشكرا لكي ليزا شكرا شذا وأعتقد بأننا كنا نتحدث كيف أننا سنختتم هذه الجلسة إنها جلسة ذاخرة وغنية في الحقيقة وربما ما يزال لدينا حوالي 565 شخص متواجدين معنا في هذه الجلسة هل هناك أي زميل أو زميلة يريدون أن يعلقوا أو يذكروا أي فكرة قبل أن نختتم الجلسة دارين تفضل شكرا جزيلا ليزا فقط لأتابع على السؤال الذي طرح كيف تريدون أن تروا الأمور تتغير بخصوص تقديم الدمع الدعم والتنسيق مع المنظمات المحلية أشعر بأننا نستطيع أن نبدأ بأن نحصي المنظمات التي نريد أن نتعاول معها هذا ما كنا به في أوكرانيا هذا المنظمات الغير حكومية المحلية ليس لدينا وقت لنجلس ونقدم عروض فإننا كل يوم نعيش هذا العمل في مجال الحماية على مدى 24 ساعة لذلك كنا نرى من هي فرق الإخلاء من هي فرق الإنقاذ هؤلاء الأعمال ليس لديهم الوقت ليجلس ويناقش السياسات وليلتزم بالقوانين إنهم حاولنا لذلك إذا كان المانحين توقفوا عن تعليق شرط تقديم المنح بالتحدث مع هؤلاء الأشخاص فإن يمكن أن يكون هناك استثمار أكبر لما يتم تقديمه المانحون يستطيعون شيراء المواد وتقديمها للأشخاص العاملين على القطوط الأمامية وبالتالي يتم استعمالها بشكل أفضل وبوقت أفضل وبهذه أعتقد بأن نستطيع أن نعدل بمجال الحماية إننا نرى أعتقد بأننا كان لدينا هذه المحارثة عن دور الدول في تقديم التمويل وعن الشركاء المحليين والشركاء الدوليين وأعتقد بأننا لم يكن هناك الدعم كافي لم يكن هناك تعاون كافي مع المنظمات وأعتقد بأن هناك H&P كان يتحدث معهم أريباني هل تريد أن تضيف شيء أجل أجيب على سؤال روبين إننا في الحقيقة لا نعرف العامل على القطوط الأمامية ولكن في العودة لسؤال فلو فإن معظم التعقيدات التي نراها في بيدان اليوم هي لأن القوانين لا يتم اقترامها القوانين التي تحمي العاملين على الخطوط الأمامية موجودة التي تحمي الأشخاص العاملين في المجال الإسلامي موجودة ولكن عندما يتم تجاهلها أو يتم سوء شرحها أو سوء فهمها هنا تظهر المشاكل لذلك نؤمن في الـ بأننا بأننا بهذه اللحظة بحاجة لوعي جماعي وجهد جماعي لعكس هذا الوضع الذي نعو في الميدان من خلال احترام وخلق التزام لهذه الأدوات الدولية وجعلها أولوية لكثير من الدول وهذا بأن يكون المساعدات الإنسانية محمية وبالتالي فإن العاملين عن الخطوط الأمامية هم محميين وليسوا مستهدفين لا يجب استهدافهم شكرا جزيلا هذه كلمتي أي إضافة أخيرة أعتقد أنه من الصعب أن نقول كلمات ختامية قوية أكثر من هذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دارين وارباني وشازا والجميع على ترسيقهم أخيرا جزيلا وشكرا جزيلا وبخصوص التنسيق أعتقد بأن هناك المزيد والمزيد من المجتمعات التي نساعدها لأننا لدينا الكثير من الأفكار وإننا منخريطون جدا في التعاون ونستمع للأشخاص الذين نساعدهم ونقدم لهم الخدمات لذلك من المهم جدا أن نخلق آلية أو طريقة للتواصل مع المجتمع لنساعدهم لأننا عندما نرى بأن هناك مشكلة على صعيد المجتمع هناك بحايا وهناك أشخاص عالقون أحيانا هم لا يعرفون ما الذي هم بحاجة له أو بأن عندما يكون هناك هذا النقص بالتنسيق نستطيع دفع المجتمع ليفكروا بأنفسهم ويروا كيف يستطيعون الانخيرات أكثر في الاستجابة وأعتقد بأن هذا سيكون أكثر فاعلية باستجابتنا لأننا جميعا نعرف بأن جميعنا نقوم بالعمل ولكن هو ليس عملا كافيا لذلك أعتقد بأننا بحاجة لمزيد من التنسيق وأن نرى كيف نستطيع أن نجعل المجتمع أكثر انخراطا بهذا العمل وأن نرى كيف نستطيع أن نجعل انخراطه أكثر فاعلية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لهذا النقاش أعتقد بأنكم قدمتم أفكار ومهمة ومثلة للاهتمام بخصوص الاستجابة والتعاوى والتنسيق من أجل هذه الاستجابة وبنعودتي إلى نقدار وفالوري إنه ليس فقط مجرد وضع علامة صحة لأننا إنجازنا المهمة ولكن أن تكون إنجاز المهمة حقيقيا وفعليا ويجب أن يكون هؤلاء العاملين على الخطوط الأمامية ليسوا مستهدفين أو معرضين الخطر ولكن من يعمل بالحماية يجب أن يكون محميا أيضا أعتقد بأن آريباني كان وجه نقطة محدة بأنه يجب أن يكون العاملين على الخطوط الأمامية غير مستهدفين وهم فعلا معرضين للخطر وأيضا دارين عندما قال بأن هناك الكثير من الأمور في أوكرانيا التي يتم إدارتها وأن هناك الكثير من النقاشات التي يتم عقدها ومن نعرف بأنه في هذا الأسبوع المهم الذي لدينا مع الجي بي سي وأيضا فإننا نسر الكثير من الزملاء الذين قد تأذى قد فقدوا أحبتهم أو قد نزحوا وهذا يعني بأننا شيء يجب أن نقيم بأذهاننا في الحقيقة لا يوجد أي كلمات ختامية تستطيع أن تشكركم كفاية لذلك شكرا جزيلا لانضمامكم لنا أرى بأن هناك بعض المخاوف التي تبرز من بعض الدول أتمنى أنني أستطيع أن أتحدث مع الجميع ولكن أتمنى أننا إلى هؤلاء الأسبوعين نستطيع أن نفكر في نيجيريا الكونغو الديمقراطية وما يزال لإمامنا خمس جلسات نقاشية لا أستطيع أن أعد سبعة ليس لدي نظاراتي الآن لا أستطيع إيجادهم ولكن سيستمر النقاش مفتوحا ونستطيع أن نبقي هذه النقاشات فعالة قدر المستطاع ولشكرا جزيلا أتمنى أن تمضوا معنا أسبوعين رائعين شكرا جزيلا لإماما وللجميع وشكرا لدعوتي لتسير هذه الجلسة شكرا جزيلا جميعا